أهلاً بحضراتكم من جديد من مدينة شارم الشيخ مستمرين في حدثنا على هامش فعليات كاب توني سيفن مع دكتور أمنيا العمراني دكتور يمكن السنة دي والأول مرة في الكاب بنشوف جناح خاص بالشباب والأطفال يمكن العادي والطبيعي أن نشوف جناح خاص بالبنك الدولي الأمم المتحدة كل هذه المنظمات لكن جناح خاص بالأطفال والشباب الجديد اللي بيقدموا هذا الجناح وأهم الفعاليات اللي هتحدث فيه وموجود فين في البلوز ومعلا في الجرينز ومعلا احنا دعوان من أول ما بدأنا تحضيرات للمؤتمر كنا شايفين أهمية دور الشباب وتمكنهم عشان كده أول لما جاء الاقتراح أن يبقى فيه لأول مرة في الكاب في المنطقة الزرقة في البلوزون وذي منطقة المفاوضات فدي معناه أن احنا نعرف سنع قرار الوزراء المفاوضين يقدروا ييجوا الجناح يتكلموا مع الشباب بطريقة مباشرة أن احنا حتى الجلسات بتاعتنا برضو اللي هيطلع منها في الآخر يعرف يوصل على طول للمفاوضات وذي كانت أهم حاجة فإحنا شجعنا الموضوع وكمان الجناح ده جناح كبير فيه أربع قود وكل قودة يعني فيه قودة هتبقى فيها الجلسات فيه قودة تانية علشان الاجتماعات مع صنع القرار وفيه قودة كمان للأطفال علشان برضو احنا بنشجع جميع الفئات العمرية تبقى جزء من الجناح ده وجوده مهم علشان كل الجلسات اللي فيه الشباب هي اللي بتقودها وهي اللي بتنظمها وإحنا في نفس الوقت كمان هيبقى فيه فعاليات كل يوم على مدى الأسبوعين من 9 صبح ل 10 بالليل وبكرة هيبقى فيه الافتتاح جايبين فيه إن شاء الله وزراء جايبين فيه برضو الأمم المتحدة والقيادات اللي فيه عشان تتكلم مع الشباب ونعرف نشتغل مع بعض بطريقة فعالة ونعرف نوصل بها صوت الشباب ده عظيم جدا بكل تأكيد كان فيه تواصل مع الشباب شباب العالم كله خلال الفترة الماضية لكن في القلب من هؤلاء الشباب هم شباب الأفرقى عايزة عرف منك طبيعة التواصل مع الشباب الأفرقى كانت عاملة ازاي وهي أبرز طلباتهم خلال هذه الدولة أول حاجة أنا أول لما بدأت ساعتها أول مشاورة أو جلسة عملتها كانت مع أكتر من مئة شاب في أفريقيا كنا ساعتها في الجامو في الأسبوع المناخ لأفريقيا وده كان أول مرة يعملوا الأسبوع ده وفي نفس الوقت أول جلسة عملناها بعد كده كان فيه جلسات أنا عملتها بس أونلاين وكان مع كذا اتحادات للشباب الأفريقي فيه حاجات كتير أول حاجة كانت فكرة أن هما يقدروا يجو الكوب فكرة أن هما يقدروا يعودوا فين في كوب عشان طبعا في شهرم الشيخ دايما الأوتالز والأكوميديشن همتا بتبقى مشكلة عشان كده الحكومة المصرية قدمت ربعمية سرير بس للشباب عشان يجو هنا شهرم الشيخ يقدروا يعودوا أسبوعين بأسعار مخفضة وجاء ساعاتها أكتر من خمسين مجموعة من الأفريقى اللي هما الكلامات أكتفيس علشان يجوا والنهاردة هيبقوا موجودين خمس ساعات ورش عمل عشان يحضرهم للحضور للمؤتمر وفيه أكتر من تلتمائة شاب من العالم جمد الوقت في ربعمية مكان ده في القتال في نفس الوقت برضو فكرة أن هما عايزين يقدروا يفهموا طب إحنا هنيجي الكوب هنحضر إيه إيه الحاجات المهمة اللي احنا ممكن نحضرها فعشان كده أنا مع الفريق بتاعي عملنا زي مستند اسمه اليوسكت على يعني من جاي من رئاسة المؤتمر المصرية المستند ده فيه برضو زي كالندر فيها كل الفعاليات اللي ممكن يحضرها اللي بتركز أكتر على احتياجات الشباب على تمكين دور الشباب من الفعاليات دي طبعا اللي بيعملها الأمم المتحدة البنك الدولي جميع البارتنرز عشان برضو يمكنوا من صوتهم ومن قدرتهم علشان يقدروا يبقوا صوتهم موجود وفعال في الجلسات وفي المفاوضة طيب من خلال مشاركتك في نسخ سابقة لمؤتمرات المناخ إزاي شايفة أنه يعني إقامة المؤتمر هنا في مصر يمكن يحدث فارق في مسألة أنت في الدول الصناعية بالتعهدات اللي ما زالت حبره على ورق بعد كل هذه القيمة ونحن نتكلم أن هذه القيمة السابعة والعشرين إحنا السنة دي بنقول أن الكوب ده يعني كمة التنفيذ إن إحنا بقلنا ست سنين من سبع سنين من اتفاقية باريس ومفروض دلوقتي المفاوضات شغالة بس إحنا مش بنتكلم بس عن الوعود الدول بتقولها لا إحنا منتكلم عن قليات التنفيذ هنعمل كده إزاي وما بقاش فيه وقت إن إحنا نتفاوض قد ما فيه وقت إن إحنا ننفذ فده الفرق برضو السنة دي أول سنة من ست سنين إن الكوب يبقى في أفريكيا وده حاجة إحنا عايزين نوصلها صوت الدول ودول الأفريقية من أكثر الدول المتأثرة بتغيرات المناخية بسفت إن إحنا عايزين صوت وطلبات وعايزين مساعدة وتمويل للدول المتأثرة من الدول المؤثرة عشان نبدأ نشتغل على أرض الواقع عشان إحنا دلوقتي بنحس بأثار التغيرات المناخية أكتر من أي وقت وكل سنة الموضوع بيزيد فدلوقتي إزاي هنعرض ننفذ ونواجه التغيرات دي عزيم إحنا طبعا بنشكر حضرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك الشرفتين ونورتين الدكتورة أمني العمراني مبعوث رئيس مؤتمر كوب 27 لأعمال قمة المناخ شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا ليك أكترون أورتين